أراك عزيزي برج العذراء أراك في توازن نعم أراك في توازن الله يعني جوج يعني نعم يعني هذه تعني أنها نعم يعني ما أقوله هو نعم يعني صحيح يعني تؤكد وتصر هاتين يعني هاتش جوج ديال الكارتة أراك عزيزي برج العذراء في توازن تقود حياتك وتسيطر على حياتك بطريقة حكيمة ومستقرة الله على كارت زوين بزاف تشير هذه الكارت إلى نهاية سليمة لمرحلة مرض روحاني نعم مرض روحاني أرا عزيزي أنك تألمت لدرجة أنك حتى فكرت في أنت لم تفعل شيئا أن أراك أراك إيجابية وأراك طاقة إنسان طيب يعني أنت عزيزي برج العذراء مهما يعني حتى وإن كنت يعني يعني أساء إليك وخا لكن فكرت يوما ما في فعل أي شيء للإساءة إلى ذلك الشخص الذي أساء إليك يعني فكرت بالانتقام لكنك طيب وحكيم عزيزي لم تفعل أي شيء وإيمان الآن تقول لكم الله يخليكم لا ترسلوا لهذا الشخص الذي أساء إليكم طاقات سلبية لا ترسلوا أبدا طاقات سلبية يرحل في سلام ويعيش حياته في سلام حتى وإن كان إبليس حتى وإن كانه شيطان سامحيه سامحها يا أخي لا يخليكم وخا هذا الإنسان الذي أساء إلينا عاطفيا أرسل له بالعكس أرسل له الحب نعم أرسل له الحب فأنت في الحقيقة ترسلوا هذا لنفسك إذن لنتابع أنت أراك أنك قوي أراك أنك قوي ولا تخاف لا تخاف يعني أراك قوي جدا ولا تخاف وأن هناك تصالح مع هذا الشخص هذا الشخص الذي أساء إليك هناك تصالح لكن على طريقتك أنت هذا الشخص سيعترف أنه نادم عفوا سيعترف أنك كنت على صواب وأنك كنت محقا هذا ما سيقوله هذا الشخص وخا يعني حتى وإن لم يقل ذلك بالكلام لكنه نادم هو نادم هذا الشخص ويعرف أنه أساء إليك وخا هذا الكرد تقول أنك لا يهمك أي شيء ماذا أعني بذلك أنك يعني بعد هذه التجربة هذه التجربة يعني تجربة قاسية لكن ماتت انتهت صافي في الضينة نعم لكن أحيانا أنت يعني تحضر الماضي إلى عقلك وما زلت يعني تفكر في الماضي ويعني هناك القليل من المعالنات لكن الطاقة التي أراها هي التوازن السلام لديك أنت في سلام جميل هذا الكرد تقول لك أنك يعني في سلام وإذ لم تكن فأنت تبحث عنه رغم كل هذا الجرح الكبير هذه كرد التصالح أنت يعني سامحته وخا إذن قلنا أنك تعيش حياتك لا يهمك أي شيء يعني بعد هذه التجربة تفعل ما تشاء تحس أنك حر وماذا أقصد بحر ليس أن تخرج عاريا وتركس في الشارع عاريا لا بل أنك كنت مقيدا روحيا والآن أنت يعني كنت مقيدا عاطفيا لهذا الشخص يعني بطريقة غير سليمة ومؤذية وخا والآن أنت يعني بفضل هذا السماح يعني بفضل هذه الحكمة وسامحت هذا الإنسان أنت تحررت من من ذلك الألم ومن كل ما ما كان يسئ إليك وخا إذن أرى من جديد طاقة إيجابية طاقة إيجابية هذا 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 المجنون يقول بأن يعني يصير المجنون يقول أنك تفعل ما شئت وخا وأن ذلك الشخص هذا يعني لنكون يعني أنا أتكلم عن برج العضراء الرجل والمرأة برج العضراء الرجل تلك المرأة يعني كانت تفعل ما تشاء هذا القرد يتكلم هذا القرد أولا هو قرد العضراء قد يتكلم عنك أو ذلك الشخص هو كذلك عضراء وهذا القرد تقول أنه نعم يعني أنت عضراء وذلك الشخص كذلك عضراء أرى هذا الشخص هو طاقة رابية وخا إذن لنواصل لذلك يعني قد يكون هو كذلك عضراء من برج العضراء إذن برج العضراء الرجل يعني سنتكلم عن المرأة وخلي برج العضراء الرجل هذه المرأة يعني كانت تفعل ما تشاء نعم وتعيش حياتها كما يحل لها ولا تفكر في الآخرين ونفس الشيء برج العضراء المرأة هذا الرجل كان يفعل ما يحل له يعني الرجل الذي تسألين عنه يعني الحبيب الذي أسائلك نتمنى يعني يكون كل شيء واضح لأني يعني تطلبون مني أن أشرحها يعني هل تتكلمين عن المرأة أو عن الرجل لذلك أنا أعيد نفس الشيء لتفهمه يعني هذا الشخص الذي تسأل عنه هذا الحبيب الذي أساءلك كان مرأة أو رجل لأني أتكلم عن المرأة والرجل لذلك كان يفعل ما يشاء ولا يفكر في الآخرين ولا يفكر فيك هذا كارت العضراء وعيد قد يكون هو برج العضراء كذلك وكان يفعل ما يريد يعني لا يفكر في الآخرين لكن أنت الآن كذلك تفعل ما تشاء أرى هنا كارت المجنون أنك عفوي لا تخطط حياتك لكن بطريقة حكيمة وبطريقة يعني متوازنة هذا أنت وفي نفس الوقت الآخر الذي أساء إليك أتمنى أن يكون هذا واضح لأنها كارت مهمة جدا أنت تعيش حياتك في تفاؤل في تفاؤل تزرع يعني تفاؤل في حياتك وحكمة كبيرة وأنت في سلام بفضل هذا أنت في سلام وقلنا أنه يعترف أنه مخطئ وأساء إليك هذا الرجل هذا الرجل ربما كان هناك طرف آخر أو أكثر لأنه يعني رجل يعني نحلة نحل يطر من وردة لوردة نعم وفي حالة المرأة يعني البرج العذراء الرجل يعني هذه المرأة التي أساءت إليك هي مرأة سيبرفيسيال يعني سطحية مادية استهلاكية وبالنسبة يعني الرجل يعني الرجل الذي أساء إليك أنا أتكلم الآن مع برج العذراء المرأة هذا الرجل كان يهتم يعني ربما في تضخيم العضلات في الجيم ولا يفكر في تطوير الروح في سماء العواطف وهذه المرأة كذلك يعني كانت أنا أتكلم عن الشخص الذي أساء إليكم هذه المرأة كذلك يعني سطحية سيبرفيسيال يعني لا نحكم على الناس وخا لا نحكم على الناس كل واحد يعني يعيش في مستوى نموه الروحاني ويجب أن نحترم الناس وخا لا لا أحكم وخا إذن أنا أتكلم يعني عن طاقة هذا الإنسان الذي أساء إليك هذا الرجل أو هذه المرأة وخا لكن أرى هذه الكارت يقول لك أنت يعني أنت من حين لآخر تفكر في هذا الرجل تفكره يعني ليس في الرجل تفكر في يعني في ما مضى يعني تحزن قليلا هذا عادي لأنك عيشت يعني مع هذا الرجل يعني علاقة حب وأحيانا تفكر لكن توازنك يعيدك من جديد يعني إلى حياتك المتفائلة أخا إذن هذا الكارت تقول أن ستكون هناك علاقة صداقة بينك وبين هذا الشخص يعني علاقة سليمة بفضل حكمتك لأنه في الحقيقة هو في الحقيقة يحبك هذه هي الحقيقة هو يحبك لكن أساء إليك وأنت تعرف أنه لن يتغير وهو لم ينضج بعد روحانيا لم ينضج وأنت يعني في مستوى آخر روحاني وخا وقلنا هو ما زال يحبك هذا الشخص لكن لن يتغير ونعم وهذه هي كارت الصداقة يعني ستبقى العلاقة سليمة وخا إذن لنواصل قلنا أنه سيعترف أنه مخطئ وأنه أساء إليك والآن نحن أصدقاء لكن لنتكلم الآن عن ما هو ماذا سيأتيه هذه كارت العشاء الحب العزيزي برج العذراء حب جديد قد يكون ترابي كذلك أو ناري يصل إلى حياتك لذلك أنا أقول يعني هذه القراءة للكل لمن ليس لديه حبيب فسيصلك حبيب من طاقته ترابية أو نارية وخا وأرى أنه شخص يعني شخص ملتزم شخص مخلص شخص هذا هو يعني ناري طاقة نارية أو طاقة ترابية كذلك وخا شخص عفوا هو الإنسان الذي حلمت به طوال حياتك مهما كانت ظروفك وسنك لأنني قرأت تعليق جميل هناك امرأة يعني من سن أمي يعني في الخمسينات ما أجملها يعني تقول أنها يعني لقات الحب ثو أمروحها بعد طلاق بعد أولاد لذلك لذلك أقول لكم لا تفقدوا الأمل أبدا 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 فلا نعرف أبدا متى سيصل ثو أمروحنا لا نعرف أبدا متى سيصل في العشرينات أو في الخمسينات أو في الثمانينات لا يجب أن نستسلم أبدا للحب مهم عجبني بزاف الكومنطيق ديال تلك السيدة أنا سعيدة جدا من أجلها يعني وهي تقول أنها تحس كما أنها مراهقة هذا جميل الحب جميل يا ناس مهم لنواصل إذن قلنا أنه سيصل إنسان حكيم لحياتك سيسعدك أنا أرى سعادة وفي الأخير كرد التفاؤل والسعادة هذه الكرد التي سنختم بها القراءة لكن من حين لآخر عزيزي عزيزي وحبيبي برج العذراء أنت تفكر في ذلك الألم لا تفكر إنسى سامحه أي سامح وعيش حياتك فهي جميلة وستصلك تقدم جميلة إلى حياتك لذلك إنسى الماضي أرجوك هذه الكرد جميلة جدا يعني كرد القوة أنت قوي وقريب من الله وهذا بما أنك قريب من الله فأنت تحس بأنك قوي لذلك يعني لا تفكر إيمانك هذه هي القراءة اليوم لنواصل وفيما يخص هذا الإنسان قلنا يعني مهما كان تافها هذا الإنسان أو سيئا أو أساء إلينا أنا أعيد وسأعيد ذلك لأنكم طيبين وستفهمون ما أقوله أقوله يجب أن نحترم مستوى وعيه وعيه الرحاني هذا الإنسان الذي أساء إلينا سقرة يقول أن الجهل هو من يجعل الإنسان يتصرف بطريقة غير حكيمة وأن لا وجود للشر في الحقيقة لأن روح الإنسان روح الإنسان هي نور هذا كلام إيمان روح الإنسان هي نور وسقرة يقول أن لا وجود للشر فقط هو جهل هو الجهل الذي يجعلنا نتصرف بطريقة غبية وسيئة وسبب الشر هو الجهد وإيمان تقول لكم أن الإنسان نور مهما كان حتى إبليس حتى الشيطان هو في الحقيقة هو أصلا الشيطان يعني خلقه الله ملائكة يعني هو ملائك الشيطان لكنه يعني لم لم يفعل ما أمره الله به لكنه في الحقيقة ملائك الشيطان لذلك والتخيئة التصور الإنسان الإنسان يعني الإنسان رقيق الإنسان يعني حالته الطبيعية يعني كيف عندما نولد كيف نولد يعني رقة ولطافة وحساسية نبكي نضحك هذا هو هذه هي طبيعة الإنسان لكن عندما نكبر نصير نصبح أغذية وننسى هذا النور الذي يعني وضعه الله في قلوبنا وأرواحنا كيف من الكلام يا إيمان لنواصل مع رسالة الملائكة لأنه قد نبدأ نهضر وقد نبدأ عود نعود النوكات يكفي إذن تقول الكرت الملائكة قوة الأرض قوة الأرض يعني أنت عزيزي برج العذراء الترابي يعني رجلك أو قدميك على الأرض أنت ثابت يعني التوازن والحكمة التي تكلمنا عليه من قبل وبفضل علمك نعم بفضل هذه الحكمة أنت يعني ستعرف أين تضع رجلك يعني في كل خطوة ستعرف أين تمشي في أي طريق أنت تمشي الحكمة كرة الحكمة يعني العلم نور والجهل نار يعني ما ما قاله سقرة صحيحة يعني بفضل علمك الروحاني أنت يعني أنت حكيم وتتصرف بحكمة وليزيدك الله حكمة وليزيدنا كلنا وليفوليسيون يعني التطور أنت يعني هذا التوازن الذي أنت فيه أو ستصله قريبا يا رب إن شاء الله لتصلكم هذه الطاقات واتبراءه كلكم ويصلكم هذا الشفاء الروحاني الذي قرأته في القراءة التطور الروحاني هو النمو والنضج الروحي لكي نصل إلى النور نعم إلى النور الذي خلقه الله في قلوبنا وفي أرواحنا عفوا كل إنسان يعني في كل إنسان في كل قلوب الإنسان لكن الكثير لا يعلم للأسف الشديد أن في قلبه نور وأنه نور وملاك للأسف الشديد لكن رغم هذا أنا بائما أقول لكم لا تفقدوا الإيمان لا تفقدوا التفاؤل وكونوا إيجابيين يا رب العالمين أرجوكم وكانت هذه القراءة قراءة جميلة يعني زيانة واللخ لكم إذا لم تصلكم هذه الطاقات التي قرأتها عودوا بعد بعد أسبوع أو أسبوعين وإستمعوا للفيديو أرجوكم لتصلوا إلى هذه الطاقة لأنها الطاقة عزيزي برج العذرة قراءة جميلة هانئا لكم وأنا سعيدة جدا وسأقوم بتحميل كل الأبراج يعني بهدوء بهدوء يعني بشوية أنا سأقوم بتحميل كل الأبراج واخا كنشكركم بزاف شكرا لكم شكرا على حبكم وأتمنى لكم الخير والله يحفظكم وإحني كنتمنى لكم دائما 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 يعني ما نقدرش يعني نقطع هاكا بسلامة لا بد أن أضيف الشيء يعني لا بد يعني البارح ما نعسش لم أنا لأني بقيت يعني كانت رحتب وحدي يعني بكيت شيئا ما لأني أعاني معكم لكن تمني يعني أطلب من الله ليت يعني بيدي بيدي مسحوق مسحوق سحري أرميه لإسعاد كل الناس في هذا العالم لكن للأسف الشديد ما أنا إلا بشر كما يقول عبد الوهاب دكالي ما أنا إلا بشر عندي قلب أنظر وإيمان ما لديها وقلب وكلام وأتمنى يعني أن يساعدكم هذا الكلام ولو قليلا يخليكم يعني استمعوا لي وكونوا الله يخليكم بإيجابيين ويعني واستمعوا الموسيقى الله يخليكم استمعوا الموسيقى أنا تربيت يعني في بيت أبي كان يحب ما زال يحب الموسيقى لكن يعني في الخمسينة يصلي والحديث ليلة نهار وأمي كذلك يعني أنا تربيت كثيرا في الموسيقى لذلك يعني من حل آخر أقول يعني أغنيت كذا عبد الوهاب دكالي أغنية جميلة والبارح تلك الأغنية الجزائرية يعني حبيت أن أغنية كذلك جميلة جدا لأن موسيقى اليوم يا ربي أعلم موسيقى اليوم لنعود لموسيقى الماضي الجامل يعني موسيقى الحب والآن سأنتهي كفا من الكلام يا إيمان أرجوكي شكرا لكم والله يحفظكم يا ربي الحبيب والله يحفظكم وأتمنى لكم الخير والسلام والسعادة آمين يا ربي السلام عليكم